نهاركم سعيد انا بدي اشكر المركز العربي على بسهين وبهالتواصل الموازبة على اغناء التاريخ العربي باشياء جديدة وبأبحاث المؤرخين كلمين بتوسع عددهم وتمثيلهم الجغرافية والعلمة بعد الجلسة الدسمة اللي احضرناها وشاركنا فيها هذا الصباح يشرفين ان افتتح الجلسة الثانية سنبدأ مع دكتور فاضل بيات وهو اكاديمي عراقي مشتركي مثل ما ورد بالناس عمل عضوا في هائل تدريس في جامعة بغراد وجامعة اهل البيت في الاردن وباحثا في جامعة الاردنية يعمل منذ سنة 2007 خبيرا في ارسيكا وهي منظمة منظمة تعاون الاسلامي الجنيح الثقافي فيها في اسطنبول مهتم بتاريخ العرب في العهد العثماني في دول وثائق العثمانية طبعا اسطنبول احسن مطرح لها المهم انهم بالشغل يعني حاصل على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي لسنة 2015 هلف وعده وترجم ونشر اكثر من 35 كتابا وعشرات البحوث والدراسات الاكاديمية منها الدولة العثمانية في المجال العربي البلاد العربية في الوثائق العثمانية 8 مجلدات مرجع مهم المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني تفضل دكتور فاضي يعني مثل العادة معك 20 دقيقة شكرا جزيلا ابدأ بتحية الاسلام وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا البحث في الوثائق العثمانية والوثائق بشكل عام مرحق جدا وخاصة الوثائق العثمانية لأن هذه الوثائق مكتوبة بلغة لا يتكلم بها اليوم إنسان واحد على الكرة الأرضية أصبحت من اللغات الميتة لغة خليطة من العربية والتركية والفارسية أحيانا الجملة الواحدة الصفحة الواحدة الوثيقة الواحدة تتضمن كلمات كلها باللغة العربية أو الفارسية لكن تركيب الجملة بالأخير باللغة التركية ما يصعب أمر الوثائق الكلمات العربية المستخدمة فيها فكثير من الكلمات المستخدمة فيها في غير معناها المعجمي دائما أذكر مثال بوكوي تحرير إدلد هذه الجملة العثمانية ترجمتها الحرفية تم تحرير هذه القرية ما المفهوم من هذه الجملة أن هذه القرية كانت محتلة والآن تم تحريرها في حين كلمة تحرير في المصطلح العثماني مسح الأراضي وإحصاء السكان لتقرير الضرائب هذا هو المقصود بكلمة التحرير أي تم إجراء عملية إحصاء في هذه القرية لإقرار الضرائب إلى آخرية نأتي الآن إلى ورقة البحثية المتواضعة طبعا بهذه المناسبة أنا أشكر القائمين بهذا المؤتمر ودعوتهم الكريمة لي بالمشاركة بهذا المؤتمر الذي أعده من المؤتمرات العلمية الرائدة والمهمة في إعادة كتابة تاريخ العرب وخاصة في العهد العثماني وما بعد العهد العثماني طبعا أنا لن أتوقف كثيرا عند موضوع الأرشيف العثماني لكن فقط هنا أذكر ما توصلت إليه من وثائق في الأرشيف العثماني مركز الأرشيف العثماني في إسطنبول طبعا المقصود من الأرشيف هذا المركز لواحده يضم أكثر من مئة مليون وثيقة مفردة وهي في متناول الباحثين وأكثر من ثلاثمية وخمسين ثلاثمية وخمسة سبعين ألف سجل أحيانا السجل الواحد في أكثر من ألف صفحة ويضم آلاف من الوثائق طبعا من خلال هذه الوثائق تمكنت من كتابة محاور في هذا المجال والمحاور طبعا معروفة أمامكم ولا أريد الاسترسال في قراءتها في هذا المجال لأنني أمر عليها مرور الكرام لكن وجدت هناك نقصا في موضوع أو تجنيا على التاريخ العثماني أنا أسميها وهو ما كتبه بعض البحثين الأجانب وبعض البحثين العرب تقييمهم لهذه المرحلة الحساسة والمقصلية في تاريخ العرب وأعني ما بعد الانهيار العثماني في البلاد العربية وتشكيل الحكومات وليس الحكومة العربية في دمشق وتشكيل الحكومات العربية في أجزاء واسعة من مناطقنا العربية هنا وجدت نفسي أمام شيء اسمه التقارب العربي العثماني بعد الانسحاب العثماني من بلاد الشام وجدت هناك تقاربا كثيرا وجدت هناك من يدعو إلى عودة العثمانيين إلى البلاد العربية بعد الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمناطقهم مدى صحت هذا الكلام وأحاول التوقف عندها وضفت إلى هذه المحاور محورا آخر يتعلق بالسبب الأساسي لإبعاد الفرنسيين الأمير فيصل من سدة الحكم ما يتعلق بتقارير ما يتعلق بتقارير الضباط العثماني المفدين سرا إلى سوريا طبعا الدولة العثمانية بعد أن انسحبت من سوريا أرسلت مفتشين عنها أو مفدين عنها لتقص الأحداث أو الوقاعة هناك وكيف أصبح وضع الأحالي في تلك المناطق من هذه التقارير تقدير الضابط المنتسب إلى دائرة الأركان الحربية طبعا ما زلت في صفحة أربعة إذا يقدرون يكبر الخط ما فيش من المهم فمن هذه التقارير تقريبا كتبه أحد الضباط المنتسبين إلى دائرة الأركان الحربية وقدمه تحت اسم تقرير حول أوضاع سوريا في دمشق لم يذكر اسم صاحب التقرير في هذه الوثيقة وطبعا هذا هذا التقرير من أربع صفحات هذا التقرير من أربع صفحات واكتفى تعريفه في الوثيقة بأنه أحد الضباط الذين أقاموا فيه عربستان أي سوريا حوالي أربعة أشهر بعد وصول التقرير إلى وزارة الداخلية أنا أعسف بعد وصول التقرير إلى وزارة الداخلية رفع إلى الصدر العظمى أي رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لكننا لا نعرف مصير هذا التقرير لأن الوثائق كثيرة وربما سنكتشف فيما بعد هذا الأمر أي هذا الصفحة الأولى من التقرير هناك ثلاث نسخ من التقرير في الأرشيف العثماني معلسف الشديد في بداية الأمر أخذته من نظر الاعتبار أن بسخة السيئة أسميها ما كانت بقرؤة قراءة صحيحة لكن فيما بعد بعدما أكملت قراءة التقرير وجدت نسخة أخرى في ملفات أخرى محفوظة في الأرشيف نفسه طبعا التقرير كما ذكرت من أربع صفحات وفي كل صفحة حوالي 30 أسطر طبعا تبويب التقرير على شكل أو الاهتمام الكاتب بالإدارة المدنية يذكر صاحب التقرير أن مقاليد السلطة يتولاها هناك رضا باشا الركابي بصفة الحاكم العسكري العام عندما أعد صاحب التقرير هذا التقرير طبعا كان الملك كان الأمير فيصل في باريس كان يشترك في المتمر المعروف عند الجميع طبعا هنا يذكر أن هذا منصب يعني صفحة الحاكم العسكري العام يعادل عند الحكومات الأخرى منصب رئيس الوزراء أما الوزراء فتقابلها مدريات تحت هذه المسميات رئاسة الشراء الحربية أي رئاسة الركان الحربية الأمور السياسية الأمور المارية المعارف العدلية والأوقاف لكن ما يلفت الانتباه في هذا التقرير أنه يذكر أن الحكومة العربية لم تغير من الأسلوب الإداري المتبع من الأحد العثماني طبعا يذكر أنه تم فصل الموظفين الأتراك في هذه الدوائر ما يتعلق بالأمور المالية يذكر صاحب التقرير أن الإنجليس كانوا يدفعون للحكومة 150 ألف ليرا شهريا وللأمير فيصل 60 ألف ليرا إضافية هذا ما يذكره والرواطب مجزية جدا هناك ولكن ساد قلق كبير في الدوائر الحكومية بعد الانسحاب العثماني طبعا القلق كان يدور حول الصرف المالي للحكومة تم قطع رواتب المتقاعدين من الموظفين أيضا وهؤلاء مع الموظفين الآخرين الذين كانوا في الدوائر الرسمية في أواخر العثماني هؤلاء طبعا انسحبوا إلى تركيا مع عوائلهم لكن قسم كبير من المتقاعدين ظلوا هناك لن كان عندهم أملاك وهؤلاء اضطروا إلى البقاء هناك ما يتعلق بالتعاملات التجارية فيذكر أن التعاملات التجارية في سوريا في هذا العهد شهدت ركودا كبيرا بعد انتشار شاعات تفيد أن الفرنسيين سيحتلون سوريا بالكامل وأظهر الإنجليز تسهيلات في المسائل المتعلقة بالصادرات والواردات مما أدى إلى انتقال التجارة إلى طريق حيفا وانتقل الكثير من تجار بيروت إلى حيفا طبعا هنا يذكر موقف الحكومة من هذا الأمر وطبعا يتطرق إلى العملة المستخدمة هناك بعد الانسحاب العثماني طبعا قضايا كثيرة أنا لن أتطرق إلها وفي الورقة إن شاء الله عندما تطبع ستجدون أو تطلعون عليها ما يتعلق بالجيش طبعا هناك مسائل مهمة أنا اختارتها طبعا اختار منها ما يسمح لي الوقت في هذا المجال يذكر صاحب التقريد أن ياسين حلمي باشا كان يتولى رئاسة شؤون الحرب إلى أن تم اعتقاله من قبل الإنجليز في 25 تشرين ثاني وحل محله نعم بيك ويعود سبب هنا هذا المهم بالنسبة لنا ويعود سبب عزل ياسين حلم باشا إلى أن الجنار اللنبي قد أرسل إليه برقيتين طلبت فيهما تسليم قلعة بعلبك إلى الفرنسيين وإبداء التسليلات اللازمة للفرنسيين لاحتلال أراضي البقاع كافة إلا أنه لم ينفذ الطلب فأرسل إليه أنه لا يمكن كونه هو أرسل إلى الفرنسيين أنه لا يمكن تنفيذ الطلب لكونه قائدا تابعا للحكومة العربية ويتلقى لوامر منها فقط وأغضب جوابه هذا الجنرال اللنبي فأمر بتوقيفه ونفيه إلى مالطة هنا أتوقف قليلا يعني عندما يقول أنه كان قائدا تابعا للحكومة العربية إذن هنا كان يمثل وجهة نظر الحكومة العربية وربما أن الحكومة العربية هي التي أمرته بعدم تلبية طلب الفرنسيين طبعا ثم يتطرق كاتب التقرير إلى تكوينات الجيش والفرق العسكرية والأسلحة التي تمتلكها الوحدات العسكرية طبعا أحد الباحثين ذكر أن الحكومة العربية لم تكن تملك أسلحة ومعدات كافية هذا صحيح أن العثمانيين عندما انسحبوا لم يأخذوا معهم كل المعدات والأسلحة العسكرية إنما أبقوها في سوريا لكن هذه الأسلحة والمعدات أصبحت بيد الأهالي هناك واستولوا عليها طبعا بالنسبة للتدريب العسكري استمر تدريب العسكري على الأسلوب العثماني وهنا احتاجوا إلى دليل التدريب العسكري العثماني وترجم هذا الدليل إلى اللغة العربية تم تأسيس مدرسة حربية في مبنى الإعدادية العسكرية طبعا هذه المدرسة كانت بالأساس موجودة لن كان هناك مثل ما نعرف مدرسة إعدادية ومدرسة حربية تعادل الكلية العسكرية طبعا هذه المدرسة الجديدة الآن تم تأسيسها في سنة 1919 لأجل إعداد الضباط إلا أن هذه المدرسة ألغيت بعد أشهر قليلة طبعا اختزل كاتب التقرير تقييمه للجيش بالقول أنه لا يحظى بأي قيمة طبعا هنا يذكر انتباعاته هناك يعني هل يمكن الوسوق به أو لا يمكن هذا طبعا راجع للبحثين يعني يبدون رأيهم في هذا المجال لكنه يتوقف عند نقطة مهمة طبعا هذه النقطة أثارها أو توقف عندها الكثير ممن كتبوا تقارير عن الوضع هناك وكذلك الباحثين الأتراك الذين تصدوا إلى هذه المحركة إلى هذه المرحلة من تاريخ العرب أن معظم الضباط لاحظوا هاي الكلام جدا مهم أن معظم الضباط يتمنون العودة إلى تركيا وهناك اعتقاد وتصور سائد في دمشق وهو أن الأوضاع في تركيا جيدة وقد اكتسب مصطفى كمال شهرة واسئة عندهم ويعتقدون بأن لدى الأتراك حكومة كبيرة ويأمل كل فرد في دمشق ويتمنى أن يأتي قريبا إلى الأتراك إخوانهم في الدين هناك إلا أن هذا الندم والتمني لم يتجاوز الكلام فلا ينتظر عمل بشكل فعلي في هذا الصدد لا من الجيش ولا من الهالي طبعا هذا الكلام مش إلي إنما لصاحب التقرير أنا لست هنا إلا من يقوم بنقل أراء الكاتب والتوقف عند بعضها والتعليق على البعض الآخر في محور السياسية والأحوال السياسية طبعا ذكر عن الصراع الموجود في المنطقة الصراع الفرنسي الإنجليزي يعني ويذكر أشياء كثيرة وأنا كنت أتمنى أن أقرأ ما موجود هنا لكن أتوقف قليلا عند بعض مما ذكره هنا هذا يقول على الرغم من عدم إمكانية انسحاب الفرنسيين من سواحل بيروت إلا أن الإنجليز بدأوا بالتحرك نحو إبقاء جزء مستقل في الداخل على أقل تقدير لهم وكانوا يهدفون من وراء ذلك قطع صلة الفرنسيين بالعربام في البادية وقطع الطريق أمامهم للقيام بأعمال معادية للإنجليز في أرجاء العراق وبدأ من هذا الوقت وإلى الأوقات المتأخرة كانوا يقدمون الدعم للحكومة العربية إلا أن الفرنسيين زادوا من إصرارهم على الانتشار في هذه المنطقة أي احتلال كامل الأراضي السورية فأضطر الإنجليز إلى التخلي عن حمايتها وطبقا لما ذكرته الصحفة العربية طبعا الصحفة العربية صادرة في عهد كاتب التقرير فإن الجنرال غورو وافق على استبدال الجنود الإنجليز بالجنود الفرنسيين حقنا للدماء وقد رافق هذا التوجه زيادة هيجان وغضب الأهالي ضد الفرنسيين والذي كان موجودا في الأساس ويقوم الآن الإنجليز بإثارته وفي نهاية المطاف قام الإنجليز بالإجلاء عن دمشق أواصل تشرين الثاني وقد استقبل الأهالي هذا الجلاء مبتهجين واعتبروه إشارة لاستقلالهم ولكن لم يمر إلا بضعة أيام حتى بانت حقيقة الأمر وقامت الحكومة بتوزيع السلاح على الأهالي وأجريت التشكيلات اللازمة وقام الأهالي بالتظاهرات وحمل عدد كبير منهم السلاح وتجولوا في الشوارع وهم يرددون أناشيد الحرب وتوجهوا إلى مرجع وبدأوا بالتلقي التدريبات العسكرية هناك طبعا هو الآن شاهد عيان يذكر ما كان يدور في تلك الفترة في هذا الوقت طبعا الرجل أو صاحب التقرير يعني يسترسل في ذكر أشياء كثيرة عن جوارب مختلفة لكن هنا فقط أتوقف عند نقطة مهمة ذكرها هو العرب بشكل عام غير متفائلين من الوضع يعني من الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمواطقهم ويعتقدون بأنهم لن يحقق أي شيء بهذه التظاهرات التي يقومون بها ويعرفون أنهم سيخضعون إن شاء أو أبوا للإدارة الفرنسية ويلعنون الأشراف والمتنفذين ويحملونهم من السؤولية هو هذا المهم وهم يعقدون الآمال بالأترك وهناك قناعة مفادها أنه لا حل عندهم إلا العيش مع الأترك لأنهم يأسوا من واقع الحال هناك في إطار الروابط السابقة وليس الاستقلال طبعا هذا جزء من الهال كانوا يردون مو الأغلبية الساحقة والإدارة وعلى الرغم من استثباب الأمن والنظام في مراكز المدن وعلى طول الخطفة أن مرافق الحياة في القرى هي بأيد المشايق والرؤساء ولا يخفي بعض الأشخاص عن رغبتهم في الهجرة إلى تركيا طبعا لا أريد أن يتصور البعض أنني هنا أنحاس إلى هذا الجانب أي إثارة موضوع موقف السكان أو الأهالي من الأتراك بعد انسحابهم من سوريا لكن مع هذا هو لا يكتفي الكلام بهذا الشكل يقول أنه حدثت بعض التجاوزات ضد الأتراك داخل المدينة في بداية الهدنة إلا أن ما قيل عن تعرضهم لضغط الحكومة لبيع أملاكهم فهذا الكلام غير صحيح وطبعا إذ يقوم أشخاص غير مسؤولين بشاعات مثل هذه الشاعات قد تكون هذه الشاعات مصطرها الفرنسيين بحسب التصور أو الإنجليز في هذا الوقت طبعا هنا يذكر الظروف المتعلقة عفوا أنا نسيت هنا يذكر الظروف المتعلقة بالسير بالسفر والطرق البرية والبحرية التي كانت سالكة في ذلك الوقت وأوضاع الموظفين في محطات القطار لأن القطار بقي سالكا في هذا الوقت من التقارير الأخرى والمهمة في هذا المجال تقرير اليوزباشي أي النقيب قدر أفند طبعا هذا التقرير قصير وفي صفحة واحدة الآن أعرض صورة الصفحة طبعا يتطرق هذا التقرير للأوضاع العسكرية والسياسية في سوريا في أواخر أحد الحكومة الفيصالية بشكل مختصر طبعا يتوقف عند الوحدات العسكرية المرتبطة بالجنرال غورو ومناطق نفوذ كل من الفرنسيين والإنجليس والجمعيات والأحزاب الموجودة في سوريا طبعا هنا هذا قدر أفند بالأحرى الضابط قدر أفند يقول في تقريره أن بعض المتنفذين في دمشق كانوا يميلون الاتحاد مع القوى القومية العثمانية والعمل المشترك لطرد الأجانب المقصود طبعا الفرنسيين والإنجليس إلا أن الحكومة العربية كانت تعارض هذا الرأي ولهذا ارتأى هؤلاء المتنفذون تكليف الأمير فيصل بعد عودته طبعا بعد عودته من باريس بتشكيل الكيان العربي تحت الحماية العثمانية لاحظوا وفي حالة عدم قبوله سيتم اختيار شخصية أخرى ليحل محله محله هذا طبعا هذا الكلام خطير يعني لكن يذكر صاحب أو كاتب التقرير أن أحدى الجمعيات المدافعة عن سوريا وفلسطين قد أجبرت رضا بك الركابي على الاستقالة ويتم اليوم تكليف أمير اللواء مصطفى بك برئاسة الحكومة وكالة صورة التقرير قد ريبك هنا هذه صورة التقرير ولدينا منها نسختان في الأرشيف العثماني طبعا ليست فقط هذه هذان التقريران وهناك طبعا تقارير أخرى كتبها منتسبي مفتشية الأمن أطلع تقارير مفتشية الأمن تقارير منتسبي مفتشية الأمن في إسطنبول هؤلاء كانوا يطلعون الحكومة بما كان يحدث في كل يوم طبعا من خلال العيون أو الجواسيس التي كانوا يبعثونها إلى داخل سوريا ويتوقفون أو يراقبون الأحداث هناك عن كسب طبعا هذه التقارير كثيرة لم أضعه هنا والوثائق موجودة عندي وتمنى أي واحد من الباحثين العرب إن شاء الله أي واحد من الباحثين العرب يطلبها مني فأنا ممكن أزوتهم بها طبعا من الأمور الأخرى صباح 18 عندي من الأمور الأخرى التي تتوقف عندها الوثائق العثمانية وضع منتسبي الدولة من الأتراك في سوريا بعد الانسحاب طبعا هنا كما ذكرت غادر قسم كبير منهم سوريا وتوجهوا إلى تركيا واضطر قسم منهم بعد فصلهم من الوظيفة أن يبقوا في داخل تركيا الذين كانوا يمتلكون فقط العقارات هناك متقاعدين من الأتراك تم قطع رواتيبهم واضطر البعض منهم مغادرة سوريا والعودة إلى تركيا حدثت بعض الاعتداءات على الأتراك داخل مدينة دمشق الموظفين في أماكن مختلفة من سوريا وقبل الانسحاب العثماني من حلب تعرضوا إلى الإهانات وأطلقت هتافات ضدهم وطردوا من وظائفهم وذكرت بعض الصحف أن الكثير من هؤلاء موظفين تم قتلهم إلى جانب أفراد آئلتهم طبعا أنا لا أتمكن أن أجذم في هذا المجال أو أعلق قد يفسر تعليقي تفسيرا آخرا من الأمور الأخرى صفحة 19 عندي من الأمور الأخرى التي تتوقف عندها الوثائق العوائل السورية المعلقة في الأناظول يعني عند دخول أو عند انسحاب العثمانيين من سوريا واحتلال من قبل الفرنسيين والإنجليز طبعا كان هناك عوائل داخل الأناظول يعني الآن الحكومة العثمانية كيف عالجت موضوع هؤلاء يعني وطبعا الحكومة العثمانية لم تقم بمصادرة أموالهم أو ممتلكاتهم أو وضعهم في السجن بالعكس كانت تريد أن تهيئ الجو المناسب لهم للعودة إلى أهليهم طبعا مش فقط هؤلاء كانوا معلقين في داخل الأناظول كان هناك طلاب أيضا كان هناك طلاب أيضا كانوا يدرسون في أوروبا جاءوا إلى الأناظول في سبيل الوصول إلى سوريا طبعا كمان الدولة العثمانية يعني اهتمت بشؤون هؤلاء من الأمور الأخرى التي اهتمت بها الوثائق أيضا المعتقلون العرب في السجون العثمانية قسم من هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم بسبب توجهاتهم السياسية ومناداتهم للإستقلال كما تعرفون كيف عالجت الدولة العثمانية موقف هؤلاء طبعا بالورقة بالتفصيل الممل وطبعا ذكرت قسم من هؤلاء أسماءهم مثلا رئيس بلدية نابلس حسن حمادة يعني هناك ملفات داخل الأرشيب العثماني عن هؤلاء وشكري باشا الأيوبي وشيخ عبدالقادر كيوان أفندي وصادق بن سليم زهوة وتفريق أفندي الناطور ويوسف سليم طبعا نمث أو نتف فقط تطرقت إلا في هذه الوقت إذن قضايا كثيرة فقط أمر عليها مرور الكرام يعني كان هناك سجناء في السجون العثمانية كيف قام السلطات العثمانية بإطلاق صراحهم وإيصالهم إلى سوريا والمشاكل التي عانت منها الدولة العثمانية وجود الجنود من المواطنين العرب الموجودين في الجيش العثماني بعد انسحاب العثمانيين من سوريا كيف قام الحكومة العثمانية بمعالجة هذا الأمر من الأمور الأخرى التي توقفت عندها في هذه الورقة محاولة الحكومة العربية توسيع رقعتها الجغرافية لأن كما ذكرت في بداية الأمر كان حدود كانت حدود الحكومة ضيقة هنا فقط أشير إلى موقف العشائر العربية في الأنظار من الحكومة العربية في دمشق ماذا كان موقف هؤلاء يعني مثل ما نعرض طيب أنا يصفني أن لا أتمكن من الاسترسال في هذا المجال كنت أتمنى أن أنهي حديثي بمحورين أضفتهما إلى هذا البحث وهو التقارب السوري التركي خلال عهد الحكومة العربية لكن في نهاية هذا البحث أذكر شيئا واحدا فقط من خلال المناقشات التي دارت في الجلسة الأونة والمناقشات التي تحدث دائما في كل المؤتمرات التي تتعلق بهذا المجال بالذات وخاصة العلاقات العربية التركية قديما وحديثا والإدعاء بأن هناك كان شيء اسمه سياسة التتريك أو إعدامات جمال باشا وبين قوسين السفاح طبعا ليس دفاعا عندما أقول بين قوسين السفاح لأننا نجهل الكثير من الحقائق نجهل الكثير والكثير كل كتاباتنا مجرد إنشاء أيديولوجيات كتبناها في هذا المجال أقول فقط في هذا المجال خلال تصفحي وقراءتي للأدبيات العربية والتركية لم أجد كاتبا واحدا كتب عن سياسة التتريك أو إعدامات جمال باشا السفاح أو تطرق إلها خلال الحكومة العربية التي استمرت سنتين لو كانت هذه الإعدامات أو لو كانت لهذه السياسة أضحك لا لا الجملة واحدة فقط لو كانت هذه السياسة إلها أصل لما كانت صداها في هاتين السلتين وشكرا جزيلا شكرا 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 دكتور بيات كان بودن أن اسمع أكثر من ذلك لأن التخطي صار عشر دقائق يعني سيد مضطر أعطعك معتزر متكلمنا اللحك هو الدكتور محمد الأرنووت وإحمد شهيد الدكتور في الأدب المقارن ودكتور في التاريخ الحديث عدو أكام نيط العلوم في كوسوفو وعدو أكام العلوم في البوسنة عمل في جامعة بريشتين بكوسوفو وجامعات أردنية عدة استعزا للتاريخ والأدب المقارن بين عام 1974 و2018 يعمل منذ 2021 مديرا لمهى الدراسات الشرقية في جمهورية كوسوفو حصل على ميدالية الجمهورية التقديرية في 2012 على مجمل أعمالي موضوع دكتور نووت النظر الأمريكية الويسونية إلى الدولة العربية في بلاد الشام خلال سنتين 18-19 الكتاب الأسود ومآلي أذكر أيضا أن الدكتور النووت كتب عديدة منها الحكومة والدولة العربية الذي صدر في الدكتور الثمانين في عمان عن دار الشرق تفضل تفضل دكتور النووت تفضل تفضل في الاستماع إلى الصوت الآخر أو الرأي الآخر أنا في الحقيقة جئت من كوستوفو بمعنى بورقة ربما من الجانب الآخر وبالتالي كنت أمل في هذه المناسبة أن يكون معنا في الندوة الزملاء سواء في أوروبا أو الأولاد المتحدة الذين اشتغلوا بشكل جيد على الحكومة والدولة العربية ولدينا كتب يعني عديدة وحتى أنني الآن أنا أعيش متنقلا ما بين كوستوفو والبلاد المتحدة فجئت في أسابيع وجدت كتابا The Last King of Damascus عندما طلبته في الأمازون تبين يعني توقعته أنه يعني منوغرافي ولكن انفجئت أنه رواية لروائية أمريكية يعني تخيلوا أن هذا الاهتمام مصل إلى أنه عندنا رواية أمريكية تدور حول هذه الفترة وبالتالي يعني مرة أخرى نأمل أن تكون هناك ناسبات نتعرف فيها أكثر على هذا الجانب وبالتالي إزهاماته هذه الورقة فقط أريد أن أشير إلى ثلاثة عناصر في العنوان ربما بسبب الوقت تساعدنا على يعني فهم ما هو موجود في الورقة أو ما هو جديد في هذه الورقة أولاً النظرة الأمريكية سلاش الولسونية ليست مجرد نظرة أمريكية رسمية وإنما فيها هذا الطابع الولسوني وبالتالي عندنا في الأدبيات الأمريكية ما نسميه باللحظة الولسونية اللحظة الفارقة وحتى بالولسونيزم الولسونية وبالتالي هذا يعبر عن أن ويلسون كان صاحب رؤية فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع ونحن في مؤتمر تاريخي ننسى أن ويلسون كان أول أكاديمي مؤرخ يصبح رئيساً للولايات المتحدة وهو قبل أن يصبح رئيساً كان رئيساً لجامعة برينستون من 1902 إلى 1910 وبالتالي نتحدث نحن عن شخصية غير شكل كما يقال أكاديمية مؤرخ له مؤلفات مرجعية تدرس حتى الآن في الجامعات الأمريكية وبالتالي سنعود إلى هذا لاحقاً فهذا العنصر الأول إذن في العنوان لا نتحدث عن نظرة أمريكية بل أمريكية والسونية العنصر الثاني في العنوان وهو الكتاب الأسود ربما التعبير يسمح لنا أن نتخيل أنه أسود في مضمونه هو في الحقيقة عبارة عن تقرير سر للغاية مطبوع على الآلة الكاتبة سأرده بعد قليل وهذا الكتاب غلف باللون الأسود وبالتالي أصبح يسمى باسم البلاك بوك وإنما هو مجرد هذا يعني اسم وهو عبارة عن تقرير سري سنستعرض سيارقه قدم للرئيس سلسون عندما ذهب إلى مؤتمر الصلح لكي يكون متسلحا بأرضية قوية تسمح له ليس فقط أن يستعرض وإنما حتى أن يفرض رؤيته للعالم الجديد طبعا العنصر الثالث في العنوان مآله طالما أن الكتاب يحمل هذه الرؤية المتقدمة فلماذا طبق منه ولماذا لم يطبق بكاملهم فهذه عناصر الصور أنها مهمة في هذه الورقة بالنسبة لانخراط الولايات المتحدة في الحرب كان نقطة فارقة في الحرب العالمية الأولى كان طبعا نقطة فارقة ولها نتائجها البعيدة وحتى ربما تستغربون أن الولايات المتحدة وولسون شخصيا كان يعتبر كما يقول أستاذنا عبدالله حنى أن هذه حرب إمبريالية حرب بين إمبراطوريات إمبريالية للصراع والسيطرة على العالم لذلك كان يعتبر نفسه كرئيش والولايات المتحدة بمنأة عن هذا الصراع الإمبريالي وبالتالي لم يشأ لم يشأ عفوا أن تشارك أو تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب الأكثر من ذلك هو كان رئيسا لولايتين 1913 1913 1917 في الحملة الانتخابية الثانية 1916 كان الشعار الذي ساهم في إنجاحه يكفي أنه جنبنا الحرب بهذا الشعار هو فاز بالولاية الثانية وبالتالي عندما تسلم الولاية الثانية وكما يحدث عادة في الولايات المتحدة دائما الرئيس في الولاية الثانية يشعر بقوة تمكنه من التعبير أحيانا عن بعض الأفكار أو اتخاذ بعض المواقف هنا بدأ بدأ يزيد من حدة الانتقاد للحرب الجارية وبدأ يبلور صورة أو رؤية لعالم ما بعد الحرب مع أن الحرب كانت لا تزال تجري فإذن يرفع من حدة الانتقاد أن هذه حرب صراع بين الامبراطوريات الامبرالية لسيطرة على العالم أي ليست حرب مبدئية كما يدعي الحلفاء ولذلك قام في خطوة غير مسبوقة في نهاية 1916 بطلب من كل الأطراف ليس فقط من هو بالتالي ما كان عنده حليف وعدو وإنما طلب من كل الأطراف أي من دول الحلفاء ومن دول الوسط أن تعبر كتابة عن أهدافها من هذه الحرب وهذا كان إحراجاً كبيراً طلب إذن من كل الأطراف أن تعبر عن أهدافها لماذا تخوض هذه الحرب فهذه الخطوة في 1916 نجد أنه أحرجت الطرفين بل حتى أن ألمانيا في يناير بعد شهر واحد أعلنت عن التصعيد بما يسمى بإطلاق حرب الغواصات وبدأت تلتف بوسائل دبلوانسية حول الولايات المتحدة لعاق التحالف مع المكسيك ولذلك بالتالي الرئيس ويلسون وجد نفسهم مرغماً في نيسان 1917 على طلب الكونغرس الموافق على إعلان الحرب بس لاحظوا نقطة مهمة أحياناً لا نجدها واضحة إعلان الولايات المتحدة الحرب كان فقط على ألمانيا لم يكن على كل الحلفاء لم يكن على كل أطراف الوسط أو دول الوسط بما فيها الدولة العثمانية فإذن الولايات المتحدة كانت من الناحية القانونية والرسمية والشكلية في حالة حرب فقط مع دولة واحدة هي ألمانيا القيصرية وهذه الناحية لها تداعياتها بالنسبة لموضوعنا موضوع الحكومة والدولة العربية ومن هنا مرة أخرى هذا الإعلان من الناحية القانونية الولايات المتحدة لم تكن من الحلفاء وأرجوكم التركيز على هذه كانت أدنط وهذه نحية مهمة لم تكن الولايات المتحدة من الحلفاء إذن كانت هي فقط هي تشارك في عمليات عسكرية ضد دولة بعينها بالتالي ألمانيا هذا الآن يقودنا إلى أنه الرئيس في هذا الوضع القوي بمعنى ما وضمن كما قلت رؤيته الأولى المذكورة عن عالم بعد الحرب عندما طلب من تنهي كل الحرب هذا كان تبريره أنه نريد من هذه الحرب أن تنهي كل الحرب في التاريخ وكيف ننهي كل الحرب في التاريخ فهنا نحتاج إلى رؤية إلى بالتالي إلى عالم نظام عالمي جديد نظام عالمي جديد لا يقوم على المعاهدات السرية ساكاس بيكو وغير ساكاس بيكو يقوم على الدبلوماسية الشفافة يقوم على حق الشعوب في تقرير المصير فإذن هو طالما كان يعتبر أن هذه الحرب حرب بين أمبراطوريات أمبريالية كان يعتبر البديل عن الأمبراطورية هو الدولة القومية لذلك لإنجاز أو تحقيق هذه الرؤية قام بعمل غير مسبوك شكل نخبة من الأكاديميين في كل العلوم الجغرافيا والسياسة والاقتصاد وغير ذلك وهذه لجنة سرية كانت تتمثل في حوالي 200 أكاديمي من أشهر الجامعات الأمريكية من ييلو وبرنستون وكانت تجتمع بشكل سري في مقر الجامعية الجغرافية الأمريكية حيث كان في تصرفها ثروة من الكتب والخرايط حوالي 50 ألف مرجع 50 ألف خريطة وبالتالي كان مطلوب من هذه اللجنة أن تطعب تصورا لعالم أبعد الحرب عالم يقوم على الدول القومية حتى نرسم حدود الدول القومية يجب أن تكون لدينا معلومات عن الشعوب ولغاتها وثقافتها وأين تمتد وكيف يمكن نرسم هذه الحدود فهذا كان فعلا عملا غير مسبوك في التاريخ هذا العمل استمر سنة ونصف وتمخذ عن هذا التقرير هذا التقرير طبعا مضروب بالآلة الكاتبة وهذا التقرير يتألث من 92 صفحة وفي حوالي 25 خريطة للمناطق شكل الدول الجديدة كيف يجب أن تكون في العالم الجديد في عالم ما بعد الحرب وطبعا الذي جزء منه أصبت الأمم وجود منظمة دولية تكون هي المرجعية في النزاعات بالتالي فيما لو حدثت هذا التقرير السري نسخت منه على الكربون ما كان في فوتوكوبي طبعا نسخت منه 50 نسخة هذه الخمسين نسخة رحت إلى باريس لرئيس فولسون ومساعده فكانوا يدخلون الجلسات بقوة مسلحين بالمعلومات ولكن بعد فشل ويلسون وسنتعرض لهم هنا ضاعت هذه النسخ بقيت بقيت نسخة واحدة وحصلت عليها وهي بين يدي بقيت نسخة جامعة جون هوكينز وأتمنى طبعا أن أشتغل على ترجمة هذه الوثيقة أو هذا الكتاب حقيقة هو كتاب وأتصور أنه سيضيف الكثير إلى معلوماتنا فلذلك مرة أخرى بالنسبة لهذا الكتاب الآن في شيء محير يعني حقيقة ألا وهو كما قلت مسألت تعريف النيشن طالما الآن المطلوب من اللجنة أن ترسم خريطة جديدة للعالم على أساس الحدود القومية أو الدولة القومية فإذن كان الموضوع الأهم لهو تعريف النيشن مثلا حينما نقول أراب نيشن مثلا بهذه الحالة أين العرب ما هي معايير بالتالي وحدتهم هل هي فقط لغة وثقافة أم دين أم فدخلنا في بحر من المعلومات والخرائط وغير ذلك وغير ذلك الآن هذه اللجنة بالمناسبة كان جزء من عملها أن تضع ضمن هذا التصور لما يسمى لاحقا بالنقاط الأربعة عشر التي تنسب إلى ويلسون هذا التقرير والوثائق تكشف أنه طلب من هذه اللجنة أن تعمل الدرافت للموقف الأمريكي كيف يجب أن يعلن عن العالم ففعلا صار فيه الدرافت والرئيس ويلسون ومستشار أدوار هاوس أدخلوا عليها بعض التعديلات وأعلنت في ثمانية واحد أكو ستعمية وثمانة عشر باسم النقاط الأربعة عشر التي كان لها صدى كبير في الحالم التي قامت على مبدأ أصبح الآن مقدس وحق الشعوب في تقرير المصير فالآن هذا القسم الأول القسم الأول وهو إذن ويلسون ثم الكتاب الأسود صار عندنا فكرة عن الكتاب الأسود والقسم الثالث والمهم ومآله مآل هذا الكتاب كما تبين الوثائق عندما الرئيس ويلسون غادر الوثائق إلى باريس كما يقال عشرات الشاحنات وحملت صناديق الكتب والمعلومات والخرائق لكي تذهب معه في الوفد أو الذي الوقت الأمريكي كان أكبر وفد يتألف من حوالي ألف شخص مستشارين ومرافقين وبالتالي مترجمين وبالتالي شاحنات من الكتب والوثائق وعندما استقبل نزل ويلسون على الشاطئ الفرنسي ووصل إلى باريس كان هناك أكثر من مليون في انتظاره باعتباره بطل السلام السلام الجديد الذي سيستمر في العالم بديلا عن الحرب ولكن هنا دخلنا في مطبات جديدة أولا المطب الأمريكي خلال وجود الرئيس ويلسون وكان الرئيس ويلسون أول رئيس أمريكي يغادر بلاده إلى أوروبا ولفترة طويلة هذا أشعل المعارضة الجمهورية ضدهم وخلال وجوده في باريس حدثت الانتخابات النصفية للكونغرس لمجلس الشيوخ التي فاز بها الجمهوريون ولذلك كما حدث الآن مع ترامب وبالتالي الآن أصبح مزاج مجلس الشيوخ معارضا لكل ما يتعلق بولسون ومن ذلك هذا الكتاب الأسود وما فيه ومن هنا جاءتني ملاحظة وكم عندي خمس دقائق كويس ومن هنا كان أصبح موقف الرئيس ويلسون الآن ليس قويا لأنه عليه عندما يعود إلى الولايات المتحدة أن يحصل على موافقة الكونغرس على ما يسمى اتفاقية برساي على اتفاقية يعني باريس التي تتضمن طبعا اللي هو مشروع أو بالتالي مثاق أصبة الأمم فالمزاج في مجلس الشيوخ كان على طول الخط ضد هذا التوشع وهنا أصبح إحراج أن كيف الرئيس ويلسون الذي قدم هذا التصور قدم التصور عن أصبة الأمم وعن دور أصبة الأمم قدم هذا التصور عن العالم الجديد يفشل أخيرا في آذار 1920 في الحصول على موافقة إذن الكونغرس طبعا معي خمس دقائق وهذا الشيء الأهم الذي يتعلق بالحكومة بالدولة العربية عندي خريطتين بسرعة الخريطة الأولى الخريطة الأولى بس إذا ممكن بدي الخريطة الأولى عندي خريطتين الخريطة الأولى للأسف خريطة خريطة الأولى لاحظوا مع أن الولايات المتحدة لم تكن في حالة حرب مع دولة العثمانية سمحت لنفسها باعتبارها انبراطورية دولة العثمانية أن تعيد تشكيلها من جديد وأن ترسم صورة جديدة خريطة جديدة للكيانات التي يجب أن تكون مقام أو مكان الدولة العثمانية السؤال الآن حسب أي معايير هنا يجب أن نميز في الورقة في تمييز واضح بسرعة الصورة التي قدمت لأوروبا طبقة تقريبا معظمها مثلا كولونيا كالدولة كانت مرسمة في الكتاب الأسود وكما هي طبقة للأرض الواضح مثلا النامسا كما رسمت في الكتاب الأسود طبقت يغسلافيا كما رسمت في الكتاب الأسود طبقت لذلك ليس من الصدف في الذكرى المائوية أن يسمى أكبر بوليفار في بلغراد باسم ويلسون فلاحظوا هذه الأشياء صورة أو خريطة أوروبا الجديدة بمعظمها تطبيقات الآن في المنطقة في الشرق الأوسط لم تطبق مثلا عندنا الآن الخريطة الأولى عن الدولة العثمانية كيف يجب أن تكون طبعا إذا بيننا أكراد من حقهم أن ينزعجوا لم يكن هناك مكان لدولة كردية على الأطلاق كان هناك الآن توسيع لدولة أرمانية تشمل كل مناطق جنوب شرق تركيا وصولا إلى البحر المتوسط الآن بالنسبة للدولة العربية طبعا هناك بالتالي انطلاق من حقيقة أن العرب يشكلون بالتالي شعب يقوم على ثقافة لغة وثقافة مشتركة وبالتالي يستحق أن يكون لهم ووضعت خريطة هذه الدولة هذه الدولة تشمل حاليا لبنان وسوريا وشرق الأردن من رأس البسيط هذه خريطة تركيا كما تلاحظون بمعنى ما عندنا سيريا أو سوريا كما سميت الدولة العربية ثم عندنا بالستاين سنتحدث عن بالستاين لماذا فصلت بالستاين عن سوريا ومن ثم هنا عندنا أرمينيا راح المقصد من كبرا فصل تقريبا إلى الشرط المتوسط 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 أمر الدولة العربية إلى نهر الحصباني ومن ثم في الجنوب إلى الكارك بالنسبة للشرق الأردن طبعا لاحظوا هنا بالمقابل عندنا الطلب بتشكيل دولة جديدة باسم فلسطين ولكن أن تكون الآن موطنا لدولة يهودية هنا السؤال المترجم للقناة المعيار الأساسي في هذا الكتاب أنه الدولة القومية يجب أن تكون على معايير طبيعية جغرافية لغوية وثقافية موجودة وليست مفترضة أو قادمة على الطريق كل هذه المعايير كانت موجودة باستثناء المعيار الخاص بفلسطين لأن الكتاب الأسود يعترف بأن اليهود هم أقلية كما يقول الكتاب سدس السكان فلذلك المعايير المطبقة في كل الكتاب لم تنطبق على هذا الجزء المتعلق بفلسطين يتحدث مرة أخرى عن عرق أو عن شعب يجب أن يأتي ويشكل الأغلبية فهذا كان أستثناء مثير للاهتمام أو يتناقض مع المعايير العامة إذن في الكتاب بالتالي الأسود شكرا أنك كنت أتمنى أكثر مداما شكرا شكرا متخصص في تاريخ مصر والمشرق العربي الحديث والمعاصر وتاريخ الدولة العثمانية من مؤلفاته أخبار الثورة العربية الكبرى في الصحافة المصرية 1916 أو 1918 صادر عن الجامعة الأردنية في عام 1918 عفوا 2018 الأرض والمجتمع في مصر في العثماني الدوان العالي في مصر في العثماني حكاية وثيقة مختارات من وثائق من دينة الإسكندرية في العثماني وثائق التعليم العالي في مصر في القارن التاسع عشر موضوع الدكتور محمود القضية السورية في الصحافة المصرية 1918-1920 تفضل الدكتور شكرا لحضورتك بداية إلى اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر الأكاديمي المهم موضوعي عن القضية السورية في الصحافة المصرية وتحديدا موقف الجاليات السورية في مصر من قضية بلادهم تلك القضية وهذه المواقف التي تباينت من فصيل لآخر من طائفة لأخرى وسوف نرى في ذلك لاحقا في الحقيقة أهمية الدراسة هي بتنبع أو بتأتي من أن هذه الدراسة هي أول دراسة ترجع إلى الصحافة أو تعتمد على الصحافة المصرية كمصدر لها كما أن الأيدولوجية السياسية للكتاب والصحفيين الذين كتبوا وأدلوا بآرائهم في تلك القضية كان معظمهم من الشوام المهاجرين إلى مصر في ذلك الوقت وأيضا اعتمدت الدراسة على العديد من الصحف ودعونا أن نبتعد عن مصطلح الصحافة المصرية لأن هذه الصحافة معظمها كانت صحافة شامية أو صحافة للشوام في مصر وأهمها صحاف صحيفة المقطة صحيفة الأمة مجلة المنار والأهار أيضا اعتمدت الدراسة على كتاب في غاية الأهمية كتاب نادر جدا اشتريته من أحد المزادات الكتب القديمة في القاهرة وهو بعنوان الحزب الاتحاد السوري وأعماله في مصر والمهجر من 1918 1922 نشر في دار المنار سنة 1923 في الحقيقة الكتاب ده غاية في الأهمية كل وصائق تتعلق بالقضية السورية وبالحكومة العربية في دمشق في الحقيقة هذه الدراسة بتقدم أراء واتجاهات متباينة ومتنوع كما قلت لما نيجي نطرح إشكالية الدراسة أو هي التساؤلات المادة الصحفية التي اعتمدت عليها بتطرحها في الحقيقة أول تلك الإشكاليات هي التوجهات السياسية للصحف التي تبعت القضية السورية ومحررها من الشرام كيف ذلك لأن سوف نجد أن معظم هؤلاء الصحفيين إما أن يكون اتجاهه السياسي تابع لإنجلترا أو اتجاهه السياسي تابع لفرنسا وبالتالي يجعل هذه الأراء والتوجهات متبينة وأيضا بتحاول تعطينا صورة مهمة جدا عن فكرة التبعية والولاء يعني بعض الدول زي ما قلت تابع لإنجلترا بعض الاتجاهات أو التوجهات تابع لإنجلترا أو البعض الآخر لفرنسا هنا هنطلح التساؤل المهم جدا وهو ما هو موقف السوريين من قضية بلادهم وهل جاء موقفهم هذا في إطار فكرة سوريا الموحدة أم كما أطلقت عليها الصحافة في ذلك الوقت للاتحاد السوري وهل كانت صحف الشوام في مصر تمتلك القدرة على تحريك رأي العام السوري في الداخل المصري أو في سوريا أو في المهجر وهل كانت هناك اتصالات سياسية بين هذه الجاليات وبين السلطات البريطانية وده سوف نرى أن السوريين في مصر لم يتحركوا خطوة واحدة إلا بموافقة السلطات البريطانية وإذا كان الأمر كذلك فهل كانت هذه الاتصالات فردية أم بتأخذ شكل أحزاب سياسية أو جمعيات سياسية طبعا التساؤل أيضا والإشكالية المهمة هنا اللي هو موقف اللبنانيين من هذه القضية هل كان موقفا مؤيدا للحكومة العربية أم متحفزا عليها وخصوصا أن بعض اللبنانيين في مصر في ذلك الوقت كانوا يرون ضرورة فصل القضية الثورية أو استقلال سوريا عن استقلال لبنان في ذلك الوقت على شيء من أجل الإجابة على هذه الإشكاليات لابد أن نتناول الموضوع من عدة محاور المحور الأول سوف نتحدث عن التوجهات السياسية للصحف وكتابها المحور الثاني الاتجاهات السياسية والحزبية السورية التي ظهرت في ذلك الوقت وموقفها من التطورات السياسية للقضية السورية وعلاقاتها بالصفار البريطانية في الحقيقة الكثير كتب عن بعض هذه الأحزاب ولكن المادة الصحفية أمدتنا مع المواد غاية في الأهمية وجود أحزاب لم يكتب عنها أحد على سبيل المثال حزب لبنان الفاتي في الإسكندرية هذا الحزب سوف نرى كيف ظهر وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهوره الأهم وهو حزب الاتحاد السوري وموقفه بداية القضية حتى الانتهاء بمؤتمر السوري الفلسطيني في جينيف سنة 22 المحور الثالث وده مهم جدا خاص بالجمعيات الإغراسية التي يشكلها السوريون في مصر مثل اللي كان يعانت منكوب المجاعة في مصر وسوريا والولايات المتحدة وضواها الاجتماعي اتجاه سوريا في الحقيقة لما نجي نتكلم عن التوجهات السياسية هناك ارتباط بين الصحف ورين مؤسسيها أو مؤسسوها فيما يتعلق بتلك التوجهات على سبيل المثال عندنا صحيفة المؤطم طرحت أفكار وتوجهات السلطات البريطانية يعني التبعية تبعية هذه الصحيفة وفارس نم والعاملين على هذه الصحيفة كانوا يتبنون الأفكار والمشروعات السياسية البريطانية ليس في مصر أو بلاد الشام ولكن في معظم دول العالم العربي والمثير هنا أن السلطات البريطانية بدأت تستخدم صحيفة المقطم لمنواة السيادة العثمانية في العالم العربي وتحديدا في لبنان وأحداث الانقسامات في الممتلكات الدولة العثمانية واجتزاب دعاة للإشادة بالبريطانيين والدعاية لهم أثناء الحرب وأيضا كان له أثر مهم جدا في تحويل بعض الأهالي في لبنان وسائل بلاد الشام إلى الميل إلى انجلترا وسياستها والبعد تماما عن السياسة أو التبعية الفرنسية نحن عندنا هنا مثلا صحيفة المقطم بدأت بمقالتين الأول زيارة الأمير الليمبي لدمشق زحف البريطانيين في سوريا ونحن عندنا المقالين بيوضحوا مدى التبعية التي ارتبطت بين الإنجليز وصحيفة المقطم وفارس نيم حتى أطلق عليها رشيد رضا الصحيفة الاحتلالية وأطلق على العاملين فيها الاحتلاليون يعني هنشوف بعد كده الانقصام اللي بين حزب الاتحاد السوري والحزب الحرور المعتدل كيف فص رشيد رضا ذلك وذلك الاتجاه الانتصار البريطاني العظيم صحيفة عربية مؤسسوها شوام ويكتب الانتصار البريطاني العظيم وده دليل على التبعية الكاملة والتامة بين بعض الأفراد الجاليات السورية في مصر والمستعمر البريطاني لو شفنا بقى صحيفة الأهرام صحيفة الأهرام هي صحيفة تتبنى الفكر والتوجهات الفرنسية وحاولت هذه الصحيفة أن تربط بين دور أو دور الفرنسي وفكرة استقلال لبنان فأول مقال كتبته هذه الصحيفة في هذا الشأن كتبت مقالا فيه بعنوان في جبل لبنان ثم المقال الآخر الولاء والتحالف بين إنجلترا وفرنسا ثم كتبت مقالا مهما بدأت تحاول جذب أنصار الأمير فيصل بن الحسين نفسه عندما كتبت هذا المقال الأمير فيصل في فرنسا وهنا بدأت الصحيفة تتجه اتجاها سياسيا متحيزا لفرنسا ومصالحها في بلاد الشام وحاولت جاهدة أن تجذب إليها الجالية اللبنانية الموجودة في مصر للأهداف الفرنسية زي ما احنا شايفين كده بدأت السوريون أيضا والجنرال الليمبي ثم بعد ذلك الولاء والتحالف بين إنجلترا وفرنسا وهي الصحيفة حاولت توفق ما بين المصالح بين الدولتين زي ما أستاذنا الدكتور عبدالله قال في الجلسة السابقة الصراع الإمبريالي بين دولتين إمبرياليتين هنا الصحيفة حاولت توفق ما بين الدولتين في اقتصام الكعكة التي تم توزيعها في سايكس بيكو بتقسيم بلاد الشام صحيفة الأمة هنا هذه الصحيفة أسسها توفيق تنوس في الأسكندرية وبدأ يقول هذه الصحيفة تقف موقف متساوي ومحايد من كل الأطراف السورية واللبنانية وبتخدم الأغراض الإنجليزية في ذلك الوقت وبدأ يكتب فاتح سوريا ومنقص فلسطين من الظلم ثم بدأ يتحول مرة ثانية ويكتب مستقبل سوريا الاتحاد قبل كل شيء ومقال آخر بعنوان سوريا والدول هنا عندما لاحظت توفيق تنوس السجال على صفحات الصحف أو الصراع الطائفي والسياسي بين السوريين من جانب واللبنانيين في مصر من جانب فبدأ يركن مرة ثانية إلى اللبنانيون واللبنانيين وكتب أول مقال بعنوان لبنان وفرنسا وجريدة الطان القومية السورية واللبنانية وهنا حاول تنوس الفصل تماما بين القضيتين وبدأ يطالب بعد ذلك باستقلال لبنان واستقلال جبل لبنان بحدوده الطبيعية هنا لم يكتفي تنوس في اتجاهاته إلا ذلك فقط بل بدأ في اتصالاته بحزب الشبيب اللبناني وأصدر البيان الصادر عنه وحاول أنه يوفق بين وجهات النظر داخل لبنان وبين الجالية في مصر زي ما احنا شايفين كده أول مقال هنا فاتح سوريا ومنقذها من الظلم وبعدين وليمة السوري للجنرار الليمبي في الأسكندرية بدأ توفيق طنوس في احدى الحفلات يدعو بالتعاون مع الأمير حبيب لطفالة ومشيل لطفالة الجنرار الليمبي واحتفلوا بالانتصار الانجليزي الباهر على العثمانين في بلاد الشام وإن دل ذلك فإنما يدل على تلك التوجهات وهذه التبعية مجلة المنارة احنا عارفين محمد رشيد رضا بدأ توجهاته في البداية العثمانية ثم تحول بعد ذلك إلى المناداء بالفكرة العربية والشريف حسين ولكن عندما أعلنت الحكومة الفيصالية والحكومة العربية في دمشق بدأت تجاه الى الفكرة الاستقلال الناجز لسوريا الموحدة وعندما بدأ يكتب مقارلاته جميعا نعرفها المستقبل سوريا وسائل البلاد العربية دخول المسألة العربية طبعا النتيجة كانت ايه؟ النتيجة في هذه التوجهات أن البريطانيين بالفعل استطاعوا الإفادة والاستفادة من هجرة الشوام في مصر وخصوصا اللبنانيين ونجحوا في براعة شديدة في توجيههم إلى تنفيذ الأهداف البريطانية في المنطقة وبالتالي أصبحت رؤى السياسية للجاليات السورية في مصر لم تكن نابعة من داخلهم أو رؤى استقلالية وإنما كانت رؤى نابعة من التبعية المستعمة أو للدولتين فرنسا وانجلترا لو شفنا كده لبنان مثلا معظم رؤى بعض اللبنانيين من المعارنة رؤوا في الحماية الفرنسية على لبنان واجبا لبنان طريقة لاستقلال لبنان عن سوريا حتى لو كانت تحت الحماية الأجنبية وتبعها في ذلك صحيفة الأمة ثم الأهرام بعد ذلك النقطة التانية والمهمة بقى رد فعل السوريين في مصر على تحرير دمشق بالحقيقة يعني عمت الفرحة بين سائر الجاليات الشامية حتى قال مقولته الشهيرة الشاعر خليل مطران بقوله أما نحن السوريون فامتلأت قلوبنا ونفوسنا بهجة وأصبح مجموعنا بمصر يتداوى بدواء النص وتشرف عليها طلعت الجنرال اللمبي والأمير فيصل ووصف أحد اللبنانيين ذلك بقوله للقاء من أنقذوهم من كابوس الحكم العثماني الذي قتل منهم 25 ألفا في بيروت و40 ألفا في لبنان من الجوع والقتل والتعزيم وبدأت هذه الصحف وهؤلاء السوريين في مصر السوريون يحاولوا طرح فكرة السلطان العثماني ونهزامه عندما خطب السلطان وقال إن سقوط دمشق وبيروت وسواهمة من سوريا الكبيرة القدر في أعيننا نحن العثمانيين وإفناء ثلاثة بيوش عثمانية كبيرة فلا مجال لنا للاستمرار بالحرب وإنني بصفتي سلطان تركيا أرسلت الصدر الأعظم ليطلب من طلعة باشا أن يطلب الصلح إلى الدكتور ويلسون هنا حاول السوريون المزج بين الهزيمة النقاء للدولة العثمانية والانتصار الباهر للإنجليز في بلاد الشام طبعا هنا بدأ المجاملات بين السوريين وبين الجنرال اللنبي كما نرى كلها موجودة في البحث بعد ذلك هنرى النقطة والمحور الثاني الاتجاهات السياسية والحزبية السورية في مصر في الحقيقة الجاليات الشامية في مصر تمتعت بهامش حرية سياسية كبيرة في ذلك الوقت كما أن البيئة والظروف الملائمة المادية والاقتصادية أتاحت لهم تأسيس العديد من الأحزاب وأولها وأهمها حزب الاتحاد السوري عندما دعا الأمير ميشيل لطفالة في الناد السوري بالقاهرة في نوفمبر 1918 كافة الطوائف والاتجاهات السياسية السورية في مصر الاتحاد كلمتهم في إطار ما يسمى بسوريا الموحدة وطبعا شفنا رسط باشاديب والاتحاد الذي من كل الطوائف لكن للأسف حدث انقصام بين اللبنانيين والسوريين في ذلك الحزب منهم يعني بعض السوريين يطلب الاستقلال الناجز لسوريا الموحدة لكن اللبنانيين طالبوا باستقلال لبنان حدودها الطبيعية وهنا رشيد رضا بيفصر ذلك من خلال رؤيته السياسية لهذا الانقصام بيقول بأن ومنهم من يطلب استقلال الإدارية تحت وسائط الدول الأوروبية الكبرى وبيفصر ذلك أن لكل من فرنسا وبريطانيا أتباع وحلفاء من السوريين فطائفة الموارنة موالينة لفرنسا ومن أتباعها بينما الضروز من أتباع بريطانيا وحلفاء لها هنا بدأ الحزب الاتحاد السوري يضع الصيغة النهائية وبدأ بالاتصال بالسلطات البريطانية وحصل على موافقة نشايفين هذه البراقية التي أرسلها ميشيل لطفالة إلى السلطات البريطانية في مصر بيقول لهم أننا بناءا على التصريح بتاعكم ونحن كسوريين لنا رغبة مهمة جدا في أن نتحد ونحسس حزب والمسير هنا أن السلطات البريطانية وفقت على ذلك ورفضت أي من أعضاء هذا الحزب المشاركة والصفر في مؤتمر الصلح في باريس زي ما نشوف دلوقتي طبعا دي المبادئ بتاع الحزب الاتحاد السوري اللي هي بتقوم على فكرة الوحدة القومية أو بتتبنى إلى حد ما مفهوم الشريف حسين والأمير فيصل بن الحسين في استقلال سوريا الموحدة وبدأ لم يكتفي بذلك هذا الحزب داخل مصر ولكنه أسس ما يزيد عن 30 لجنة فرعية داخل مصر ولجنة في سوريا وبدأ في الاتصال بأرباط المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إرسال البرقيات والأهم من ده أن ميشيل لطفالة بيشير في إحدى الوسائق التي عصرت عليها في هذا الكتاب بأن البرقيات التي أرسلها لرئيس ويلسون كانت سببا في إرسال لجنة كينج كرين إلى سوريا يعني هو بيقول كده أن البرقيات التي بعتناها كانت سبب في أن رئيس ويلسون يأخذ قرار بالعودة إلى استشارة الأهالي في سوريا عن طريق هذه اللجنة طبعا للحيلولة دون صفر أحد أعضاء الحزب تم اختيار الأمير حبيب لطفالة وكان في أسبانيا في ذلك الوقت وتم استدعائه إلى باريس وحضر المؤتمر وخطب في الجالسين قائلا لنكن من طلاب الحقيقة للوهم فإننا نحن السوريين نصف بوحداتنا القومية وندرك ارتباطنا الوسيق أني لا أتكلم باسمي بل أتكلم باسم جميع أعضاء الاتحاد السوري الذي يؤلف من الأكثرية في سوريا والمهجر ونحن لا نطلب من مؤتمر الصلح إلا أمرا واحدا وهو أن يعترف لنا بسيادتنا القومية أي أن نكون أحرارا في بلادنا وعن الحكومة يقول حبيب لطفالة أن الأمة السورية ستعيش تحت حكومة ملكية على نظام دستوري ديمقراطي حار وفي هذه الكلمات أكبر معاني الحياة القومية وهي وحدها بمثابة لائحة واضحة لا دخل للدين بها مهما يكون من أمورها السياسية والمدنية وفي هذه النقطة الجوهرية أصر كل الإصرار وأعيد القول ففي الإعادة إفادة أن حقوق السوريين كلها متساوية هكذا يجب أن يكون الحكم والعدل هنا يحاول حبيب لطفالة أن يبعد تماما البعد الديني والطائفي عن فكرة الاستقلال والمطالبة بالاستقلال طبعا على الرغم أن تم احتلال فرنسي والسورية وأسقطت الحكومة إلا أن هذا الحزب بدأ في جينيف عقد مقتمر سنة 1921 وحاول يجمع حول كل التواقف السورية في المهجر وفي بلاد الشام وأصدر بيان مهم جدا إلى عزمة الأمم طرحت هذه الأفكار الأربعة لاعتراف بالاستقلال والسلطان القومي لسوريا ولبنان وفلسطين الاعتراف بحق هذه البلاد في أن تتحت معن بحكومة مدنية أعلان إلغاء الانتداب حالا وجلاء كوات الفرنسية وما يصير الدهشة أن الفرنسيين في سوريا وفي لبنان منعوا أي شخص يحاول السفر إلى جينيف لحضور هذا المؤتمر الحزب الثاني الحزب الحر المعتدل وهذا الحزب ولد من رحم حزب الاتحاد السوري بمعنى أن المنشقين عن حزب الاتحاد السوري كونوا هذا الحزب لدرجة أن رشيد رضا بيصف ذلك ويقول واشتغل الحزب بالجدال والنضال عدة أشهر بين الاستقلاليين والاحتلاليين هنا يقصد الاستقلاليين حزب الاتحاد السوري الاحتلاليين فارس نمر ورفاقه في حزب الحر المعتدل كان النجاح فيها والسيطرة ورائل الاستقلاليين وهنا بدأ هذا الحزب يوضح أن اتجاهه السياسي إنما يتطابق مع اتجاه الأمير فيصل فيصل بن الحسين بالقول أن الأمير فيصل ليس لديه في الوقت الحاضر طمع ملكي وهو لا يرضى بطريقة من الطرق إلى سيادة الشرق والتوسع بحدودها وجل ما يطلبه أن يطبق على عرب أسيا الصغرى المبادئ التي حرب الحلفاء لأجلها الحزب الحر طبعا هنا بدأ يتصل بالولايات المتحدة الأمريكية وقال فارس نمر كده انشور في الصحف الأمريكية بواسطة الصحافة أن حزبا سوريا كبيرا في مصر بعيدا عن بعيد النفوس طلب المؤتمر أن تبقى سوريا المتحدة غير مجزة وأن تكون الولايات المتحدة وصية لها وهنا تأتي تفسير رشيد رضا بين الاحتلاليين والاستقلاليين حزب لبنان الفتي ده حزب ظهر سنة 1919 في الأسكندرية من مجموعة من المثقفين والأدباء وكان توفيق طنوس رئيس للحزب ونصرال العساف ضليع سكرتير له وهنا مجموعة من الأدباء بدأوا قالوا أننا لابد للأدباء والمثقفين اللبنانيين في مصر وفي الأسكندرية تحديدا أن يكون لهم موقفا تجاه استقلال بلادهم وبدأوا وجهت أو رؤيتهم السياسية أن ظروف لبنان وأحواله تتطلب عناية اللبنانيين ليس فقط بالمستقبل السياسي وإن نبه بالمستقبل الجرافي والاقتصادي وأصداروا بيان استقلال لبنان التام بحدوده التاريخية بضمان الدول القبرى الدفاع عن حقوق لبنان واللبنانيين لما فيه خيرهم ماديا حزب جمعات الاتحاد جميعا نعرف هذا الحزب ولكن المهم هنا في هذا الحزب أن هذا الحزب بدأ في الاتصال بين بعض الأحزاب الموجودة في لبنان في ذلك الوقت وخصوصا حزب الشبيبة اللبناني زي ما احنا شايفين كده وبدأ يتطابق الرؤى بين هذا الحزب وبين الأحزاب اللبنانية في ذلك الوقت للمطالبة باستقلال لبنان بحدوده الطبيعية واستقلال جبل لبنان هنا طبعا ده هو توسيع النطاق جبل لبنان تأييد استقلال الحكومة بإدارة شؤونها وبين أصدار دستور كمان يعني هم أصدار دستور في ذلك الوقت عصرت عليه في أحد الصحف دستورا كاملا بكل بنوده من سبعة بنود النقطة الأخيرة فكرة السوريين وتأسيس الجماعات في الحقيقة يعني أنا لاحظت كمية التضامن بين الجاليات السورية تجاه أبناء وطنون في سوريا وفي لبنان عندما بدأوا يعني لم يتوقف الدعم فقط دعم سياسي ولكن كان دعم اقتصادي واجتماعي عندما نشرت الصحف أن المجاعة والقتل السباب وزي ما قلت في 25 ألف وربعين في بيروت وهنا ده أول اجتماع العمود الثالث اللي هو لجنة منكوب المجاعة في سوريا وطرحت أو في أول جلسة تم تحصيل 13.770 جنيها مصريا من جمعية منشستر السورية وجمعية نيويورك السورية في المهجر والسوريين والمصريين الموجودين في مصر في ذلك الوقت واستطاعوا إغاسة كل أبناء أقربائهم في سوريا وفي لبنان بمدهم بالأدوية والغزاء في ذلك الوقت اللجنة الأولى اللي هي المجاعة لجنة منكوب المجاعة السورية في مصر وده دعت إليها عائلة لطفالة الشهيرة في النادي السور بالقاهرة وبدأوا يجمعوا الأموال زي ما أنا قلت ثم تبرع حبيب لطفالة أول متبرع كان مبلغ ألفين جنيه تم التبرع لهذه اللجنة لجنة المنكوب المجاعة أنا خلاص انتهيت كده خلاص كفاية أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا أن نتيجة هذا السجال أن على الرغم من أن السوريون السوريين في مصر اتحدت كلماتهم في البداية إلا أن انقصامهم قد أثر تأثيرا سلبيا في رؤاهم السياسية تجاه طضية بلادهم وخصوصا عندما دخل البعد الطائفي والبعد الديني في تلك القضية مما أعطى الفرصة للدولتين الإمبرياليتين فرنسا وإنجلترا في اكتزاب أو في حوالة الفصل ما هو من أتباع فرنسا أو ما هو من أتباع إنجلترا وشكرا على لأنني طولت شكرا من شكرا جدا شكرا دكتور محمود على هذه المداخلة الشيقة الآن المناقش أرجو من الطالبي الكلام طلبه خطيا وإرساله إلى هنا على أن لا يتخطى دقيقتين أو ثلاثة شكرا للمشاهدة شكرا جهاد إزاين طلبه سريعا جدا أولا شكرا للمحاضرين الثلاثة على الرؤى والمعلومات القيمة التي تضمنتها مداخلاتهم لدي ملاحظة مع الدكتور بيات وسؤال وسؤالان للدكتور الرؤود وللدكتور محمود دكتور بيات أنا أعرف أن هناك مسألة خلافية كبيرة في لبنان وسوريا لكن عادة من الصعب يعني اللبنانيون والسوريون تاريخيا منذ التأسيس تأسيس الكيانين يختلفون على كل شيء على الأقل المؤسستان الحاكمتان بمتغيراتهما وهو العداء للتركية العثمانية وأبرز رموزها جمال باشا عادة ذلك يختلفون على كل شيء أنا شخصيا أوافق معك على سؤال جوهري يغيب عادة بسبب الأيديولوجيا الكثيفة بالتأسيس الكياني اللبناني والسوري إعدامات جمال باشا عادة لا داعي لا مجال لهذه المعروفة وموسقة على دفعتين شهيرتين في بيروت وفي وفي دمشق لكن السؤال الجوهري الذي لا يمكن طرحه بسهولة في لبنان وطبعا في الشام إلا بعد ما صار نصف السوريين بتركيا لا بجوز تغير هل كان يمكن لدولة في حالة حرب تعثر على وثائق تعامل نخبة محترمة مهمة فيها في دمشق وفي بيروت مع العدو وأن تترك بلا عقاب هذا السؤال الأمن السياسي الذي يتخطى الأيديولوجيات في لبنان وفي بيروت شيء موثق أن هذه النخبة التي أعدمت عثر على أسمائها وعلى صلاطها وعلى المعلومات حولها في القنصلية الحادثة الشهيرة في القنصلية الفرنسية في بيروت الذي وكان القنصل بيكو الذي سيصبح أحد صانعي سايكس بيكو فإذا هذا سؤال تاريخي أما الإعدامات وحصوله فأمر لا جدال لا جدال حوله في المعلومات موضوع التتريك موضوع أنا لا أملك القدرة على معالجاته بدقة للدكتور الرؤود لدي سؤال في الكتاب الأسود وأنت فتحت شهيتنا على مسألة بغاية الأهمية أستاذ جهاد دقتين أو تلات على رأسي خلص إذن السؤال التاني هل تحدث الكتاب الأسود عن تشكيل دول قومية بعد الحرب بأوروبا يعني شكل النمسا الشكل الأمبراطوريات السابقة وضع البلقان هذا من حيث المعلومات غير سوريا والحوار والنقطة الثالثة حول منكوبي المجاعة قلت دكتور أيمن في لبنان وسوريا الأيديولوجيا اللبنانية تحصر المجاعة في جبل لبنان هل ورد في الوثائق لديك معلومات عن مناطق سوء هذا شأن في غاية الأهمية هل ورد عن مجاعات في مناطق سورية غير جبل لبنان لأنه هذه الفكرة مسيطرة في لبنان أنه فقط في جبل لبنان شكراً أنا أعتذر على الإطال شكراً أنا أعتذر على تأثير مداخلتك الشيقة الدكتور عسام خليف شكراً يعني أنا من موقع التقدير لكل المداخلات عندي أول شيء سؤال دكتور أرنعوت هل يمكن التقريب بين الكتاب الأسعد وتقرير لجنة كينج كرين ثم أنا لاحظت أنه حدود فلسطين وصلة للليطاني من الواضح من خلال اطلاعها أرشيف الكيدورسي ومداخلات المندوب الأمريكي حريص جداً على توسيع حدود فلسطين شمالاً لترسها الحركة الصيونية العقل بالنسبة للدكتور محمود في لبنان دراسات واسعة للأحزاب في مصر لبنانية لدينا دراسات واسعة وبالنسبة لما تفضلت لا يمكن اعتبار يعني صروف ونمر يعني ملحقين بالانجليز فمن يقرأ الوسائق البريطانية والفرنسية يعني تأرير دو فرنس من الواضح انه هني مصدر فهم لواقع المنطقة ما كانوا تابعين انا حسب رأيي بقدر ما كانوا مؤسرين في القرار البريطاني او الفرنسي بالنسبة للأهرام اهرام من الواضح مديرة انتون باشا جميل هو زعيم الاتحاد اللبناني وداول بركات وموقفهم واضح جدا ما فينا نقول الموارنة كانوا مع الفرنسيين لانه كان فيه تيار تالت يدعو لاستقلال لبنان توسيع الى حدود التاريخية والطبيعية واستقلاله عن فيصل في الموقع الصداقة وتعاون مع فرنسا وحياده ازاء الدول الكبرى لا يمكن الكلام جماعي كان فيه تيارات بالطواقف اختلفة بالنسبة لمشيل اطفال يعني انا اعتقد ولدي ما اقول طويلا في هذا الموضوع كانوا مصريات اكتر من الناس اللي معه واضح جدا ويعني بموازين الصراع في هذه المرحلة ما بين بالعرائض التي وضعت اللجنة كين كرين وكان ويجب الملاحظة تشغله هناك مشروع بالكيدورس اسمه سوريا الكبرى الفرنسية يعني فيه تيارات سورية ومنه اللي اطفال الى حد كبير واللجنة المركزية السورية مع مشروع سوريا الكبرى الفرنسية غير فيصل مع العلم انه فيصل كان حده يعني لورنس اللي واضح جدا من الارشيف عم يشتغل القيام اسرائيل على حساب الفلسطينيين يعني ما فينا الدني كمان هايدي حكومة وانا وقفت كرميل الدكتور عبدالله صديقي مش كرميل يعني لورنس ووشوشيته واتفاقه لفايصل مع وايزمن في مؤتمر الصلح اخيرا بالنسبة للاغاسة واضح جدا انه قاوم اللبنانيون مشروع لابادة العثماني لسكان جبل لبنان في وسائق نشرها اهنس قيومي جيان في مذكراته جاء توجيه واضح ضوع ليون عنوار باشا مشهور كلمته قضينا على الارمن بالسيف وسنقضي على اللبنانيين بالمجاعة اللبنانيون المغتربون عبر دريين مطران الموارنة في مصر يرسلون مساعداتهم الارواد ارواد تأتي باخرة وتضعها في الشاطئ وتوزع وقد اصدرت كتابا مفصلا 136 الف مساعدة وزعت على اللبنانيين لكي يبقوا على قيد الحياة ولولا هذه المساعدات لأبيض الشعب اللبناني مش بس 200 الف من مختلف ابنائه كان أبيض ولما كان لبنان وفي مصر يعني هذه بعض التوجيهات وبتشكر الرئيسي عطيتنا اكتر من ديئتين شكرا دكتور عصام على تخطيق ديئتين دكتور سيار شكرا سيدي الرئيس حقيقة استمعنا باهتمام إلى ما طرحه الأخوة ثلاثة من بحوث قيمة لكن لدي ملاحظات وليسمحوا بليبي بمجال نزعجك شوية برفع صوتك طيب 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 دكتور فاضل عزيزي ما رأيك أنت بالتقرير هذا الذي لا نعرف من الذي كتبه أولا ياسين حلمي باشا من يكون من يكون أنا أسأل ياسين حلمي باشا ياسين الهاشمي لنقول ياسين الهاشمي يعني معظم الضباط يودون العودة إلى تركيا لا يا عزيزي كم ضابط موجود كان من 300 إلى 400 ضابط بين قيادات 10 قيادات كبيرة وهناك سلسلة من الضباط الموجودين في الدولة العربية وسأدلي بذلك في بحثي غدا أسرا لم يودوا لم يودوا أبدا العودة إلى تركيا وهذا التقرير فيه تحريف للمعلومات ملاحقة الجنود للأتراك إلى أين ملاحقة الجنود للأتراك ليس هناك اشتثاف للأتراك الموجودين السوريين الموجودين لكن كان هناك ملاحقة للجنود وليس للأتراك الموجودين في سوريا بالنسبة لإعدامات جمال باشا يا سيدي هذا متفق عليه في كل المصادر والمراجع يعني لا يمكن أن ندافع عن جمال باشا ولا أدري لماذا نسقط حالات فكرية اليوم بعد مئة سنة من وجهة نظرنا على تاريخ قضى ومضى عليه مئة سنة يجب أن نكون موضوعيين هل أعدم أم لا يعني أغلب المصادر أغلب المصادر تشير إلى أنهم شنقوا دون محاكمة وخصوصا نخبط بيروت ليس كلهم عملاء للقنصلية الفرنسية ليسوا إذا كان هناك واحد لماذا يعدم قافلتين تعدم في دمشق وبيروت وحيفا وهناك من قتل وشنق من غير هؤلاء سواء كان ذلك في العراق على يد جمال باشا أو في بلاد الشام أو حتى في فلسطين عندما زار القدس وهناك معلومات جديدة الحالات الفردية التي تصدر من هنا وهناك لا يمكن أن نجعلها حالات جمعية لمجتمع ونتهم شرائح كاملة بالمجتمع أنه تنساق هذا المستعمر أو ذاك لا يمكن أبدا يا أما نعيش الواقع ذاك اليوم كيف كان خارجين من مجاعات ناس لا يرحمهم أحد قنصليات توزع الصدقات على الناس حتى تعيش ونأتي لكي هؤلاء يتغنون بالرجوع إلى ذلك الماضي في سن سبع عشر ماذا حدد لا أطيل عليكم وكنت أتمنى أن أتكلم أكثر ولكن ورقتي غدا فيها رد على مثل هذه التساؤلات وشكرا جزيلا شكرا دكتور سيار الأستاذ بلال شلش شكرا لكم جميعا سبقني الأستاذ عصام مشكورا في السؤال لكن كان أنا سؤالي للدكتور الأرنقوت مرتبط بتقرير لجنة كينغي كراين فعليا اللجنة تقريبا بعد سماعها شهادة أهل فلسطين والعراض المختلفة التي وصلتها تقريبا الموضوع المجمع عليه كان تقريبا اللي هو موضوع رفض الوجود اليهودي في فلسطين كمشروع سياسي ورفض بالتالي مشروع بيلفور فعليا فيه واضح أنه فيه تعارض ما بين مخرجات تقرير لجنة كينغي كراين وتوجيهاتها وما بين ما يطرحه الكتاب الأسود في خريطة شو تبرير هذا التناقض في الموقف الأمريكي شكرا شكرا الدكتور زازة الدكتور زازة مخطط لإنشاء دولة للطائف الدرزية في جبل سوريا شكرا شكرا رقم ست مش كاتب اسمه سؤال لدكتور النوود لماذا في رأيه لم تطبق خريطة سوريا المقدمة في الكتاب سوى في أوروبا في سوريا عفوا لم تطبق في سوريا بل تطبقت في أوروبا فقط ما بعرف مين صاحب السؤال أدم حيلك من فضلك أحمد قربي أنا كان فقط سؤال للدكتور محمد أرنقوت بمعنى هو وضعا يعني وصلنا إلى الخلاصة ولم يعطينا إياها لماذا برأيه لم تطبق خريطة سوريا المقترحة وطبقت هذه الخريطة في أوروبا شكرا سؤال لدكتور محمد أرنقوت لماذا لم يلحظ التقرير لم يلحظ التقرير الأسوات دولة الأكراد كمان سائل مجهول تفضل ممكن تعرف عن نفسك محمد السبيعي صحافي سؤال للأستاذ أيمن محمود هل الصحافة المصرية بتلك المرحلة صلتت الضوء على زيارة البطرة كليسي حوي إلى فرنسا لحضور بأطمر الصلح وإعلان دولة لبنان الكبير ممكن بس سفتعيد السؤال السؤال هل الصحافة المصرية وتحديدا جريدة الأهرام صلتت الضوء على زيارة البطرة كحوية سنة 1920 أيلول 1920 إلى فرنسا وإعلان دولة لبنان الكبير عفوا عفوا شو السؤال هل صلتت الصحافة المصر وصل لكتابة فأعمال معروف وقف خلي الشخص اللي سأل سؤال ذكرته جاوب يعني عن دولة الأكراد لماذا لم تلحق تقرير أسود دولة للأكراد من سأل السؤال أنا أنا ليال خروبي صحفية بس حبي أعرف ليش ما كان في هيدا الملاحظة كرمال دولة الأكراد شكرا ماني السفير حسان أبي عكش شو سؤال راح اختصر بس راح نقول الموضوع أنه يمكن إضافة أحد أسباب سقوط الحكومة العربية هو وقف الدعم البريطاني أو الإنجليزي للأمير فايصل الذي كانت تدفع له مبلغ كبير كما قال الدكتور فاضل الملاحظة الثانية يبدو أن هناك عدد تواريخ لكل منطقة في البلاد العثمانية في بلاد سوريا كان هناك يختلف تاريخ عن الآخر سواء بالمجاعة أو بالتدابير العثمانية وشكرا شكرا سعادة السفير دكتور علي شعيب أول شي بتشكر للمحاضرين الثلاثة على لذ الأبحاث القيمة التي قدموها هنا أكد على الكلام الذي أشار له الدكتور فاضل بيات حسب الأرشيف الفرنسي هناك فئة من كبار الموظفين في سوريا ولبنان كانوا يساندون أو كانوا يتأملون بحودة الحكم التركي وكانوا يتضمون مع الحكم التركي وخاصة بعدما حقق أتاتورك النجاح في طرد المستعمرين من أراضيه وبالتالي هناك تواصل كان قائما بين حزب الاستقلال العربي والذي كان يمثله شكيب إرسلام عندما تواصل مع وفد من قبل أتاتور لدعم الثورة السورية بقهارة الأمير فيصر وتقديم أسلحة شكرا دكتور علي بس كلمة واحدة حول المجاعة برأيي أنا في كتاب مشهور وغير منشور باللغة الإنجليزية لأدمور رباط يلي بيختصر فيه وبيقول فيه أن هناك مبالغة من اللبنانيين في قضية المجاعة وشكرا شكرا دكتور شعيب دكتور بسام التقوش أو النقوش حضرتك النقوش البتوش التوش البتوش تفضل شكرا أنا ملاحظت حول يعني الكلام حول الحنين العربي للعودة للدولة العثمانية ونحن للتو قد خرجنا يعني من قيود هذه الدولة بعد أربعة قرون من السيطرة ومن الحكم ومن غيره فيعني هذه معلومة يجب أن نحررها جيدا يعني إذا كان هناك أحد الضباط أو اثنان أو ثلاثة من الضباط يعني كان لديهم هذا الحنين اللحظي في تلك اللحظة وهم للتو يعني قد غادروا صفوف الجيش العثماني هذا لا يمكن تعميمه على مشروع أمة كانت تتوق إلى الوحدة والحرية والاستقلال ثم يعني عندما نتكلم عن البحث عن مبررات لجمال باشا لارتكاب جرائمه الفضيعة والتي حاول فيصل الأول أن يقنعه وحاوره وتكلم معه طويلا ويعني يقدم له النصائح بأن هذا سيدق المسمار الأخير في نعش العلاقات العربية التركية لكن جمال باشا بجبروته وجهله ذهب إلى ما ذهب إليه لكن لنا أن نتساءل كيف لأحد أن يتهم عبد الحميد الزهراوي الشيخ الذي كان عضوا في مجلس الأعيان العثماني وتابعنا كتاباته ومواقفه بما فيها مشاركة في المؤتمر السوري الأول في باريس لا يمكن لأحد أن يشكك في ولا عبد الحميد الزهراوي للدولة العثمانية والخلافة العثمانية لا يمكن لأحد أن يشكك في أيضا وطنية وانتماء عبد الغني العريسي هذا الشاب الذي يحمل درجة الدكتوراه من السوربون في تلك المرحلة لمجرد أنه كتب مقالات في المفيد البيروتية يطالب بها بالله مركزية نعم هو صاحبها بكيف لنا أن نتهم الشيخ أحمد حسن طبارة بأنه كان عميلا لفرنسا أو لغير فرنسا يعني العرب يمعنون في جلد الذات وكل يعني هيك بارقة أمل لدينا أو لحظة تفوق وانتصار نحاول أن نقتلها وحتى يصل بنا الأمر إلى أن نبحث عن مبررات لجلدين ولقتلتنا من أمثال جمال باشا السفاع شكرا شكرا دكتور الدور في سؤال لدكتور أيمن تفضل كلمة أخيرة بإذن خاص لستجهاد إزاي نتفضل فقط بسبب الموضوع المتعلق هل هناك كان فيه تيار شعبي يطالب ببقاء الأتراك أو يتمنى دون مطالب ببقاء الأتراك هون أنا سأتكلم لست مؤرخا لكن سأتكلم كمعلق سياسي كل تجارب سقوط الأنظمة من سقوط الملكية التي هي في ذاكرتي هناك هناك نمازج أبعد في التاريخ إلى سقوط صدام حسين دائما هناك في أي تجربة شريحة سياسية ونخبوية شعبية تتمنى بقاء النظام القديم بصير الخلاف هذا كأنه قانون من قوانين التاريخ عندما يسقط أي نظام بيبقى فيه شريحة بصير الخلاف على بين المؤرخين على حجم هذه المطالبة هل كانت أكسرية هل كانت أقلية هل عبرت عن نفسها أم لم تعبر عن نفسها حبيت بس الملاحظة شكرا أستاذ فأتمنى أن الرد يكون يعني عشر دقائق إلى ثلاثة سوا يعني كل واحد ثلاثة دقائق من المحاضرين الكرام تفضل دكتور بيات أنا في البداية أشكر كل المعقبين على ورقتي لكن أقول معلسف شديد هناك من لم يفهم حشاكم طبعا يعني ما ذكرته في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بإعدامات جمال أنا لا أنكر ولا أحد عاقل ينكر هذه الإعدامات ولا أريد أن أبرر إعدامات لكن مشكلتنا إخوان هناك خطوط حمر حول بعض القضايا المتعلقة بتاريخ العرب وتاريخ المسلمين بشكل عام خلافنا ينبأ من هذا الأمر يعني عندما نأخذ يعني إلى أعماق التاريخ الخلاف بين السنة والشيعة هناك أشياء كثيرة لا يمكن للشيعي أن يبحثه في تاريخ بين قوسين السنة أو بالعكس لأن هناك أشخاص لا زلنا نقدسهم تقديسا لا يمكن أن نتجاوز الخطوط الحمر في انتقادهم في توجيه أي انتقاد لهم الآن أرجع إلى جمال باشا جمال باشا أعدم لماذا أعدم هل كان هؤلاء يتلقون صدقات من القنصلية الفرنسية هل ادعى جمال باشا أن هؤلاء كانوا كذا وكذا أنا أتمنى من الكل أن لا يأخذوا مصادرهم من منبع واحد فلينظر إلى المنبع الأخرى بعدين أنا عندما ذكرت ما ذكره صاحب التقرير يا دكتور سيار أنا لا أوافق معه في كثير من القضايا الرجل قال كذا يجب أن نعرف ماذا يقول الآخرون عننا هو هذا الآن قصدي فقط ما ورد في التقرير أنا عرضت عليكم يعني أنا لم أقول ولا أقول الآن أن الضباط كانوا كلهم يريدون العودة إلى تركيا طيب لكن هناك من يريد لحت هذه اللحظة أنا هناك من يريد في الموصل مدينتك يا دكتور سياد أن تلحق الموصل إلى تركيا وقدمت طلبات كثيرة حسب ما سمعت إلى الحكومة التركية أن تطالب بولاية الموصل الآن في هذا الوقت الراهن بس نحن بالنسبة إلينا كمؤرقين كباحثين في التاريخ نبحث على هذا الأمر ولا نتجاهل أي شيء لكن عندما نبحث هذا الأمر ينبغي أن نترك نزاعاتنا جانبا أن نتخلى من نزاعاتنا القومية والمذهبية والدينية يعني أنا مسلم عندما أبحث عن مسيحيين أخذ موقف مسبق منهم هذا لا يجوز وأنا في طرحي الموضوع كل بهذا الشكل كان وأخيرا ما يتعلق بإعدامات يا أخي شخص واحد هناك أشخاص كثير أساءة إلى الدولة العثمانية والدولة ما كانت راضية عنهم وأنا أنصح الذين يريدون التوسع ومعرفة أراء الجانب التركي أراء الساسة الأتراك من هذا الموضوع أن يرجعوا إلى كتاب الذي أصدرناه في جامعة آل البيت بناء الدولة العربية فيصل الأول الأمير فيصل الأول بناء الدولة العربية الحديثة عمل مؤتمر واسع في هذا الخصوص أنا كتبت عن هذا الموضوع في ضوء ما علجه الباحثون الأتراك أتراك أنفسهم ما كانوا راضين عن تصرفات جمال فاشا دكتور بيئت شكرا لا هذا البقية بس مجرد لا لا بيقف شكرا النقاط الأخرى يعني دكتور محمد الأرنووت شكرا شكرا جزيلا لكل الأسئلة لأنها تساعدني على توضيح بعض الأمور شكرا مرة أخرى لكل الزملاء الذين سألوا لأن هذه الأسئلة تساعد على توضيح بعض الأمور التي لم يسمح بها الوقت كان هناك أريد أن أجملها في نقطتين أو ثلاث بالنسبة للعلاقة أولا بين الكتاب الأسود وتقرير لجنة كينغ كرين هذا حقيقة في الورقة عن العلاقة الشخصية بين الرئيس ويلسون وبين الأمير فيصل وبالتالي في جلسة علنية مشهودة كان الأمير فيصل يصر على الاستقلال وعلى رغبة العرب في الاستقلال الجهات الفرنسية والبريطانية كانت تدعي أن هناك من يطلب الانتداب فالرئيس ويلسون في مثل هذه الجلسة المفتوحة قال بكل بساطة هناك حل نرسل لجنة باسم كليمنسو ولويد جورج فوجئوا بهذا الاقتراح لم يعترضوا عليه مباشرة وإنما اعترضوا عليه لاحقا بعدم تسمية ممثلين لهم في هذه اللجنة لذلك اقتصرت فقط على من دوبين أمريكيين هذا للتوضيح إذن هناك علاقة وثيقة بدون شك نحية ثانية حول العلاقة بين بلاد الشام الشرق الأوسط وبالتالي أوروبا من يرى الخريطة المرسومة لأوروبا يجد أن معظمها قد تحقق خاصة بولونيا رومانيا تشيكسلوفاكيا ألبانيا النمسا ويغسلابيا ولكن هذا لا يعني أن كل شيء كان فيها صحيح ودقيق وبالتالي بمعنى ما يكفي أن نتذكر مصير تشيكسلوفاكيا بالتالي هذه اللجنة توقعت أنه مع الزمن سيتحقق شعب واحد تشيكسلوفاكي هذا لم يتحقق بقي تشيك تشيك وسلوفاك سلوفاك بالنسبة لليغسلابيا أيضا توقعوا أن هذه الخلطة ستؤدي إلى شعب يغسلابي ولم يتحقق ولذلك ريتشارد هولوبروك الذي تدخل لحل مشكلة البوصنة له جملة مشهورة قال انطلقنا من مسألة واحدة أن نتخلص من إرث ويلسون لأنه هو السبب في هذه المشكلة الذي بمعنى ما أو اللجنة وضعت خريطة لفئات غير متجانسة وبالتالي هذا الشيء دفعنا ثمنه لاحقا في البلقان بالنسبة للسورية أو لبلاد الشام طبعا والدولة الكردية الخريطة التي وضعت لتركيا فيها روح انتقامية يعني بمعنى ما الآن هذا التقسيم لتركيا إذن أين الناشنال استيت للشعب التركي طالما أن أرمينيا توسعت بهذا الشكل وبالتالي للدولة أيضا غياب الدولة الكردية بالكامل بالنسبة لأكراد ترك لهم هامش وهذا الشيء مهم أرجو التركيز عليه أنه حقيقة الكتاب الأسود اقترح تشكيل عدة دول عربية منها هنا يميز على أساس ثقافي بين سكان بلاد الشام الذين عندهم ثقافة حضرية وبين الجنوب الذين عندهم ثقافة بدوية وبالتالي رأى أن هذه المجموعة متجانسة في شرق الأردن وسوريا ولبنان حتى يشكلوا دولة قومية بهذا المعنى ولكن مرة أخرى بالنسبة إذن كما قلت بالنسبة لفلسطين هناك أيضا عندنا شيء غريب أو موضوع المعايير أن ما طبق على أوروبا لم يطبق على تركيا وما طبق على بلاد العرب لم يطبق على فلسطين لأنها تفترض لاحظوا ليس ناشنال هوم بل ناشنال ستيت والتقرير يوصي بفتح باب الهجرة وتسريع هذه الهجرة حتى هذا الشعب الجديد يشكل أغلبية ودولة قومية أخيرا وهذه نقطة أيضا مهمة التقرير فسح المجال طالما أنه أوصى بتشكيل عدة دول حسب الأوضاع الثقافية يقول هذا التقرير أن هذا يفتح الباب في المستقبل لتشكيل كونفدرالية عربية ترك الباب مفتوح أنه للعرب إذا يشاءون يمكن أن يشكلوا كونفدرالية عربية شكرا جزائيا شكرا دكتور نهود أه ألو لأعم لا يوجد سؤال لا يوجد بداية بشكو الأساتذة على المدخلات السؤال دكتور استيز جهاد عن المنكوبي المجاعة لم تكن في لبنان أو جبل لبنان فقط ولكن كانت في دمشق والدراسة اللي أنا عملتها بترصد إرسال السوريين أو الجاليات الشامية في مصر إلى دمشق أطنان وأطنان من القمح والأدوية والملابس وبالتالي لم تكن في لبنان فقط ولكن كانت في سوريا وهناك دليل آخر أن مدام ميشيل لطفالة أنشأت مشغلين للسيدات في لبنان وفي دمشق الذين فقدوا عوائلهم مشغل الملابس وبالتالي لبنان ودمشق الاثنين دكتور عصان خليفة أنا بشكر حضرتك ولكن الدراسة لم تركز على الأحزاب وبنياتها وتأسيسها بقد مركزت على الرؤى السياسية للجاليات السورية في مصر تجاه هذه الأحزاب وتجاه القضية السورية وأنا أعتقد أن الصحافة مهمة جدا لأنها بطرع تنعكاسا لما يدور بخلد السوريين وعرائهم السياسية النقطة بقى ليعقوب صاروف وفرستيم أنا أختلف مع حضرتك كل الاختلاف بعد احترامي لأن اللورد كرومر في مذكراته قال واعترف باتجاهات المقطم الإنجليزية حتى أن الإنجليز أسسوا وأنشأوا مطبعة خصيصا في إنجلتور للمقطم وتم إرسالها لمصر وبيقول كده يعني في صحيفة الفلاح صحيفة كانت تصدر في ذلك الوقت وبتقول أن رجال الدولة المحتلة بالنص يعددون أصحاب المقطم في المطالب ويمدونهم بالمال ويساعدونهم في الأشغال وده دليل على التبعية التامة وحضرتك لو شفت المقالات المنشورة في البحث هتجد من مقولات يعقوب صاروف وفرستيم أن هناك تبعية تامة للمحتل الإنجليزي بغض النظر عن فكرة القضية نفسها السؤال الأهرار المورنة نعم كان هناك اختلاف طائفي داخل الجالية السورية واللبنانية على وجه التحديد المورنة والدروس كل منهم له اتجاهاته السياسية المختلفة طبقا لمصالحه هو وليس للمصلحة اللبنانية العامة حضرتك بتقول مش اللطفالة دا كان مصري لا أنا أعتقد أنه كان سوريا للصميم اقرأ حضرتك البحث سوريا أسف يعني كمية التضامن أو حجم التضامن اللي أظهروا ميشيل لطفالة كنموذج للشوام يعني يعطينا جميعا أنا كمصري أعطاني انطباعة جيد على التضامن بين الجاليات السورية داخل سوريا وخارجها في المهضة الموضوع الإغاثة النعم قاومة اللبنانيين فكرة المجاعة بشتى الطرق السؤال بقى اللي خاص بإلياس زيارة البطرق المرون إلياس الحويق ذكرت صحيفة الأهرام والأمة أن سمح للبطرق بزيارة باريس وكان معهم مجموعة من الموافقين كان أبرزهم إيميل أدى المحامي أنا يعني ما عارش إيميل أدى 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 المحامي أسف علش بالزبط فده سمح لي طبعا لي بالنسبة للسؤال اللي خاص به موضوع مبالغة في قضية المجاعة أعتقد أن ما ذكراته الصحافة في مصر في ذلك الوقت لم يكن مبالغة بقد ما كان اهتمام بهذه الإشكالية الكبيرة بين المجتمع السوري واللبنان شكرا بخصوة عشان ما طولش بس شكرا للمحاضرين وإننا يتفضل حضور للغدا والجلسة التالية بطوخة عشان ما طولش بس